شارع المتنبي مكتظ برواده كما في كل جمعة أعداد كبيرة من المهتمين بزيارة المعلم الثقافي الأبرز في العاصمة ويعرف المتنبي أيضا بأنه شارع الكتب بسبب الأعداد الكبيرة للمكتبات التي يحتويها والتي حولته إلى السوق الوحيدة المتخصصة في هذا المجال تذبدب أسعار صرف الدولار أثر على سوق الكتب كما أثر على باقي نواحي الحياة الاقتصادية الكتبيون اليوم لا يبيعون كثيرا بل حول بعضهم مكتباته إلى متاجر على الإنترنت فدور النشر قررت تقليص مطبوعاتها مع الركود الاقتصادي الواضح وارتفاع أسعار الطباعة والورق كثير من دور النشر قلصت صرفياتها أو مثلا المخازن قليلة أعدادها قسم لا اعتمدوا بس أنه يبقون على بيجات يعني غلقوا المحل كله الطباعة خارج العراق صارت خيار الناشرين العراقيين اليوم مع ازدياد كلفة الطباعة داخل العراق وقلة جودتها مقارنة بالطباعة في دول مجاورة إضافة إلى أن تسويق الكتب المطبوعة في الخارج إلى المعارض الدولية يكون أسهل من نظيراتها المطبوعة داخل العراق لا يمكن أن تقارن بالأسعار داخل العراق فكتاب مثلا كلفته في بغداد 13 ألف دينار طباعته في الدول المجاورة ممكن تطبع بألفين دينار فبالتالي نحن 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 عن الفرق ضخم لا يمكن أنا صاحب عمل أروح أطبع داخل العراق وأخسر هذا المبلغ الهائل الممكن أطبع به خمس أو ست كتب تراجع الإقبال على شراء الكتب لم يؤثر على الحركة في شارع المتنبي الذي لم يعد شارعا للكتب فحسب بل تحول إلى وجهة سياحية ثقافية للألاف من بغداد والمحافظات حيدر البدري يو تي في بغداد